مع حضراتكم في وقفة ثقافية النهاردة الوقفة لها أبعاد كتير أبعاد نفسية وفلسفية وفنية وإبداعية وأدبية وقفتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مؤلفات تحمل من الدسامة والمتانة والعمق ما تحمل أيضا من البساطة وخلينا النهاردة نروح مع حضراتكم في رحلة كده فيها تفاصيل كتير إن شاء الله تكون فيها حاجات ممتعة لحضراتكم وفيها حاجات فيها ثراء فكري وثقافي ونفسي أيضا لحضراتكم نورني فيها بقى مين النهاردة بطل هذه الفقرة معنا صاحب مؤلفات تجولت بين العلوم النفسية أو الناحية النفسية والنهاردة هنتكلم عن التطرف والإرهاب من الناحية النفسية وعندنا كمان مؤلفات خاصة بالفنون المختلفة الخاصة بالتصوير أو بالرسم أو بالإبداع الإبداع بقى في الفن، الإبداع في السينما، الإبداع في العمال الأدبية والكتابية دي كلها النهاردة تفاصيل هي دسمة لكن إن شاء الله تكون بسيطة جدا مع حضرتكم في الفقرة دي ومع ضيفي صاحب هذه المؤلفات اللي منورني النهاردة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق صباح الفل يا دكتور صباح النور أهلا وسهلا خليني يبدأ مع دكتور شاكر البداية والدكتوراه في التصوير أو الرسم وانتقال من ماجستير متعلق بأمور أخرى مختلفة عن هذا الموضوع خليني نأخذ الراحلة كده الخاصة بحضرتك هو طبعا أنا يعني تخرجت من كلية الأداب جامعة القاهرة قسم علم النفس وبعدين تخصصت في مجال سيكولوجية الإبداع مع الأستاذ الدكتور مصطفى سويف رحمه الله فهو يعني اعتبر رأي دراسات الإبداع في الوطن العربي وكان أجرى دراسة عن الإبداع في الشعر في الأربعينات وكانت دراسة مشهورة جدا وبعدين بعض الزملاء أجروا دراسات عن الرواية وعن المسرح فكان باقي مجال القصة القصيرة فأنا اشتغل في الماجستير عن الإبداع في القصة القصيرة وإحنا عندنا الشغل بيبقى شغل عملي يعني بنقابل مبدعين بنتكلم معاهم بعمل معهم مقابلات بنحل الأعمالهم بنحل المسودات أعمالهم بنشوف إزاي بتتطور العملية الإبداعية وإزاي بترتقي وإزاي بتوصل لنهايتها أو لهدفها من خلال مراحل معينة من خلال مفاهيم نفسية معينة فأنا قابلت حوالي خمسين كاتب قصة قصيرة فاكر أسماء منهم وقتها طبعا منهم طبعا الأستاذ نجيب محفوظ لأنه كاتب قصة قصيرة إضافة لأنه كاتب رواية منهم الأستاذ يوسف القعيد الأستاذ جمال الغطاني عدد كبير من الكتاب حوالي خمسين كاتب وعملت يعني نوع من التحليل لعملية الإبداع لديهم وكذلك يعني أجريت دراسات على مسودات بعض الكتاب على أساس نشوف بدايات الإبداع بتبدأ إزاي وبعدين في الدكتوراه عملت نفس الفكرة بس مع تطبيق على رسامين مصورين رسامين طبعا الفرق بين الرسم والتصوير أن الرسم بالأبيض والأسود بالألم يعني الرصاص أو الحب لكن التصوير بيبقى بالألوان فالتصوير والرسم نوع من التفكير البصري يعني التفكير اللي بيعتمد على الصورة تفكير بالصورة والتفكير بالصورة هي بدايات التفكير المرتبط بالخيال والخيال هو أساسي في الإبداع في الماجستير أجريت دراسة على التفكير بالكلمة وفي الدكتوراه عن التفكير بالصورة لكن فوق الأمر أن التفكير بالكلمة فيه تفكير بالصورة والتفكير بالصورة فيه تفكير بالكلمة بمعنى أن الكاتب مثلا لو شاعر لو شاعر بيعمل صور شعري لكن الصور شعري بتكون موجودة في عقله وفي وجدانه في البداية حتى كاتب الرواية بيتخيل أحداث الرواية في الأحداث دي ما بنقول تخيل يعني بصري بصري يعني مرتبطة بالخيال بالصورة الصورة أساسية في التفكير زي من الكلمة السياف التفكير لكن بيغلب على مجال الكلمة وبيغلب على مجال الصورة مجال الإعلام طبعا تفكير بالصورة والكلمة ولذلك يكون أثره أقوى من الكلمة فقط لو وقفت مع حضرتك مع الحاجة الأساسية التي استخلصتها من التفكير بالكلمة أو التفكير بالصورة في أسلتين كانت إيه؟ إن الإبداع أولا عملية أساسية في تقدم الأمم الشعوب ما ينفعش ثقافة تتقدم إلا بالإبداع والإبداع هو الأساسي في تقدم البشرية بشكل عام يعني لو تخيلنا البشرية يما كانت عايشة في عصر الكهوف أو العصر الحجري وبعدين بدأ الإنسان يبتكر الآلات والأدوات وبعدين من خلال هذه الآلات والأدوات ابتكر الطهي ابتكر الطعام أبدع بقى أبدع تطور ابتكر الأجهزة لذلك ما وصلنا لماذا وصلنا إليه الآل؟ فما نعيشه الآن هو نتاج الإبداع الإنساني والإبداع الإنساني مرتبط بالمجتمع يعني الإبداع فيه بعد اجتماعي مش بس بعد فردي فالإنسان بيبدع من أجل الآخرين على عكس التطرف بيعمل على تدمير المجتمع وتدمير الآخرين ولذلك دايما أقول أن ثقافة الإبداع هي الوسيلة الأساسية في مواجهة ثقافة التطرف الإبداع أساسي في التقدم الإبداع أساسي في البناء الإبداع أساسي في التنمية وممكن إبداع فرد واحد يعادل سروة دولة أو أمة نحن نضرب أمثلة دايما ببيل جيتس سروته تعادل بإبداعه تعادل سروات أدى الدول مثلا في أفراقيا وبنضرب أمثلة بصاحب شركة أمازون فكرة باقتصاد بحقه جيف بيسوز فكرة بسيطة وقودة بسيطة ابتدى يعمل مخزن للكتب وبعدين ينتشر غير موصل لدلوقتي فالإبداع أساسي في تقدم الأمم والشعوب نحن نقول لازم نركز على ثقافة الإبداع أنا بعد كده كملت دراسات عن الإبداع عند الأطفال وكملت دراسات عن التزوق لأن التزوق هو الوجه الآخر للعملة اللي أحد وجهها الإبداع والآخر التزوق فالتزوق فيه قدر من الإبداع أيضا لأن أنا بضع نفسي مكان المبدع بشكل أو بآخر بشوف بعين المبدع وبستشعر ما أبدعه المبدع بطبيعتي أنا وبطريبتي بالتأكيد لأن أولا التزوق معناه بأدرك جماليات الإبداع يعني جماليات العمل الأدبي جماليات اللوحة جماليات الموسيقى جماليات الفيلم السينمائي جماليات كل إبداع معناها أدرك الجوانب اللي بترتقي بمشاعري لما بترتقي بمشاعري وبكون على بقربة أو على صلة بعالم التزوق زي نفس الفكرة لما يكون على صلة بعالم الإبداع الإنسان اللي بتزوق الفنون مش ممكن يكون متطرف ليه؟ لأن الإبداع وكذلك التزوق باعتمد على ساعة الأفق وعلى التنوع في الاستجابة وعلى الإيمان بحرية الآخر وعلى الانتقائية الجمالية برده وعلى الانتقائية الجمالية بالزبط كده لأنه بيبحث عن العمل عشان يشوفه أو بيشتري كتاب عشان يقرأه أو بيروح يشوف فيلم أو بيدور مثلا على بثيقة يسمعها فكل ده معناه أنه بيحاول يبحث عن ما يجعله أكثر سعادة وأكثر بهجة لما يكون أكثر سعادة وأكثر بهجة يعني يكون أكثر إقبالا على الحياة أكثر علاقة وبالتالي أكثر إبداع أكثر إبداعا بالزبط كده مؤلفات حضرتك أو مطبوعات حضرتك اللي متاحة دلوقتي تقريبا أديه؟ أنا تقريبا عندي 25 كتاب مؤلف وعشر كتب مترجمة ومقالات كتيرة لم أجمعتش في كتب لكن بصادة تجميعها مثلا يعملنا؟ ممكن بعضها يعني يصلح للترابط كده؟ بالزبط كده بعضها بصادة تجميع وبعضها أعتقد أنا بشتغل فيه يعني بعيد صيغته من جديد لأن أنا بستمتع بالمسألة الإراية والكتابة والتأليف والتواصل مع الناس دكتور لو قفت مع حضرتك عند الفن وتطور الثقافة الإنسانية طبعا كتاب دسم جدا ودكتور أهداني هذا المؤلف الجميل ربنا يخليك لو قفنا وقفة ملخص الفكرة الرئيسية كان إيه لهذا الكتاب؟ ملخص الفكرة أنه الفن أول حاجة ده مصطلح عام لما بقول فن بقعني إيه بالزبط ده عائلة من الفنون الفنون عائلة كما نقول مثلا إيه الإبداعات عائلة يعني إيه عائلة يعني داخل فيها أعضاء كثيرون الأعضاء دول الكثيرون بنجد منها يعني الموسيقى بنجد منها الفن التشكيلي بنجد منها العمارة بنجد منها أنواع كتير أنواع الفنون المحتلية حتى كل نوع من الأنواع دول فيه أنواع فرعية فإيه هو الفن؟ بنحاول نعرف الفن فأنا حاولت أشوف إيه التعريفات اللي موجودة عبر التاريخ للفن والتعريفات اللي موجودة عبر التاريخ للثقافة وبعدين خدت نمازج من الفنون زي السينما وزي التصور الفوتوغرافي وزي الرسم وغيره وشفت إزاي تطورت عبر التاريخ الفن والثقافة من المفاهيم اللي إحنا لا نستطيع أن نعرفها تعريفا واحدا جامعا مانعا هي مرتبطة بطبيعة المجتمعات اللي ظهرت فيها مرتبطة بطبيعة المجتمعات وطبعا حتى طبيعتها هي لا يمكن أن أنا أعرفها تعريف واحد لأننا عادة نقول مثلا لطلابنا أنا بشتغل في أكاديمية الفنون بدرس يعني في معهد النقد الفني في أكاديمية الفنون قبل كده كنت جامعة القاهرة كلية الأذاب بخصم علمي نفسه بنقول لطلابنا أنه في مفاهيم صعب نعرفها تعريف قموس يعني إيه يعني أما أفتح قموس ودور على تعريف فن أو تعريف ثقافة هلأي تعريفات كتير بس ما فيش ولا واحد منهم دقيق مية في المية طيب أعرفهم إزاي أقول أن دي عائلات عائلات من المفاهيم ده كلمة أقول عائلة عائلة مفاهيم ده مصطلح يعني إساغوا أو طرحوا فيلسوف ألماني اسمه فيتجنشتاين فبيقول إيه إن في مفاهيم لازم أعرفها بما يسمى بصورة العائلة يعني إيه صورة العائلة لو في عائلة فيها مثلا أب وأم وأولاد والأب وأم وأولاد يعني في أعمار مختلفة متربطة ومتسلسلة متربطة ومتسلسلة فيها ذكور وفيها أناس فيها عمار صغيرة وعمار كبيرة لو صورتهم صورة فوتغرافية بعضهم يكون قاعد بعضهم يكون واقف بعضهم يكون مبتسم بعضهم مش مبتسم فيها ذكور وفيها أناس وفيها عمار بس ليه بجمعهم إنهم عائلة نفس الإطار نفس الإطار اللي هو عائلة بنقول إيه الصورة دي جمعت العائلة دي أو الصورة دي جمعت الوطن ده فده حضرتك عكسته على الفن وعلى الثقاف فأقولت ما ينفعش أعرف هذه المفاهيم تعريف جامع مانع خموسي واحد دي عائلة من المفاهيم فأنت لو عايزنا أعرف أقول لي عايزت أعرف إيه بالزبط عايزت أعرف تصوير أقول لك تصوير عايزت أعرف العمارة أقول لك العمارة عايزت أعرف الموسيقى أقول لك الموسيقى لكن ما ينفعش تختزل كل الفنون في إطار واحد بالزبط لكن فيها حاجات مشتركة مرتبطة بالإبداع ده الفن وتطور الثقافة الإنسانية الكتاب ده لما حضرتك يعني التقيت بقراء وكان رد الفعل إيه هو طبعا يعني أنا بحاول أبسط يعني لأنه بعمل حسابي أن الكتاب ممكن ينفع للطالب المتخصص أو ينفع للقرأ العام فالكتاب يعني مش بالدسامة اللي تعجز القرأ العام لا الدسامة بتبقى في بحس الترقيات بحس التخصص لكن درسات العامة أنا بيبقى في زيني الجمهور العام يعني إيه بيبقى في زيني حد مش متخص يقرأ ويستفيد ولذلك أنا بيجي لي ناس أحيانا مثلا أكون في معرض فن تشكيلي فيجي لي طالب كده يقول لي أنا مبسوط من كتابك التفضيل الجمالي تفضيل الجمالي ده عن مفهوم التزوق ده كتاب طلع يعني من عدة سنوات فأقول له ليه قال لأني أفدني في دراستي وأفدني في تخصصي أبقى سعيد جدا أبقى سعيد جدا وإحنا بنتكلم عن التفسير النفسي للتطرف والإرهاب أكم من أبحاث ودراسات وكتابات كتبت في هذا الإطار وفي بوطقة التطرف والإرهاب لكن التفسير النفسي بمعنى أن حضرتك ذهبت في هذا المؤلف للشق الخاص بالأفراد المتطرفين والإرهابيين هو المتطرف ده أو الإرهاب ده إنسان طب الإنسان ده في جانب بيولوجي وفي جانب اجتماعي وفي جانب نفسي غالبا بنركز على الجانب الاجتماعي ونقول التطرف كذا بيعمل كذا أسار وكذا التطرف شيء خطير وظاهرة خطيرة وظاهرة مركبة ومش ظاهرة بسيطة ومش ظاهرة مرتبطة بالعصر موجود الإرهاب عبر التاريخ بس يمكن دلوقتي زاد دلوقتي الإعلام أبرزوا أكتر وكشفوا أكتر والممارسات أبرزت نفسها أكتر والممارسات زادت مع التغير في العالم مع ظهور الاستقطاب وظهور دول جديدة ظهور جمعات جديدة ظهور اتجاهات جديدة ظهور دول بتمول الإرهاب إلى آخره فبقية الظاهرة مركبة أكثر تركيبا طب إحنا بندرس لما بنجي ندرس إحنا بنقول فيه جانب في الإرهاب أمني فيه جانب أمني تقوم به القوات المسلحة ويقوم به الشرطة طب وفيه جانب اقتصادي يقوم به يدرسوا أسادة الاقتصاد فيه جانب اجتماعي يدرسوا أسادة الاجتماع طب الجانب النفسي فين؟ الدراسات اللي في هذا الجانب قليلة جدا فأنا حاولت أتصدى لهذا الجانب فحاولت أعرف من الدراسات ومن القراءات ومن المشاهدات ومن أفكاري الخاصة إيه هو الإرهاب شخصية الإرهابي يعني البرسوناليتي بتاعت الإرهابي هي إيه بالزبط ففيها مجموعة من الخصائص بس الخصائص دي أنا دي خلاصة دي عنده الأوتبوت يعني إيه ده الناتج طب إيه الإموت إيه اللي شكله اللي شكله مجموعة عوام أنا حاولت أعرفها فطبعا العامل دي أول حاجة مرتبطة بالتربية طب التربية نوعها إيه شكلها إيه أولا التربية دي بتكون مبنية على نمط أو أسلوب في التربية عكس النمط الإبداعي لأن النمط الإبداعي بيقول الإنسان فكر التربية اللي المتطرفين تقوله ما تفكرش السمع والطاع وافق نفذ يعني إيه الغذاتك بس دي قاعدة عامة يا دكتور لأن احنا بنشوف أصناف مختلفة من أشكال المتطرفين والإرهابيين وما تربوش بطريقة السمع والطاع وربما كانوا في ثقافات أكثر انفتاحا مننا ورقيا يعني كانوا في البداية لكن عندما اندرجوا أو دخلوا ضمن جامعات متطرفة بيسمعوا طاع ما ينفعش هنا بقى نقطة الربط هو خرج إزاي من عبائة الثقافة المتحررة المبدعة لعبائة الثقافة السمعية اللي هو هيسمع وينفلتك طاع بالزبت كده ده مهم جدا احنا طبعا ممكن نقول أول حاجة ممكن يكون بيتم استقطابه بمغريات مش هنتكلم في دي لأن دي ممكن أي حد يتكلم فيها لكن خلينا نتكلم من منظور سيكولوجي وهنا لازم أتكلم عن مفهوم الهوية الـ الهوية دي مش بس هوية جامعية يعني أقول لهوية مصرية هوية مثلا ليبيا هوية تونسية هوية سعود لا الهوية دي ممكن تكون هوية فردية أو هوية جامعية الهوية يعني هي تقريبا بشكل أو بآخر تعني الشخصية الهوية يعني الشخصية جزء من الهوية الهوية جامعية هنا أكتر بمعنى أول حاجة كان ليه هوية سابقة الهوية سابقة مرتبطة بالمكان اللي كان يعيش فيه طريقته في الحياة وشخصيته وشخص منفتح الحياة كان ممكن وشاب مثلا عنده أهداف وطموحات وبعدين بيتم استخطاب فلازم يعمل عميريا بنسميها عميريا خلع الهوية تغيير الهوية نزع الهوية يعني ينزع هويته السابقة ويكتسب هوية جديدة بس ده مش كافي احنا لازم هنا هو حتى نزع الهوية وتشكيل الهوية جديدة الهوية هي خليط الدين والثقافة والوطن والكلبية والنظرة العامة للحياة والثقافة فالهوية هي مكون ضخم والجنس والنوع وكل التفاصيل فالهوية هي مكون ضخمة مش بالسهل أن أنا أوصل بشخص أنه ينزع هويته وتتشكل لديه هوية جديدة لكن ممكن جزئيا في حاجة بسيطة يعني هي بتم بشكل تدريجي يعني ما بتمش بين يوم وليلة بتم بشكل تدريجي يعني عندنا أسلوب حتى في العلاج النفسي بنسميه التسكين المنظم يعني إيه تسكين المنظم؟ لو عنده مخاوف خفوبيا مثلا من حاجة الناس ما بتخافش فيها حد مثلا يخاف خوف مرضي من القطط أو يخاف من الأماكن المرتفعة أو يخاف من الأماكن الضيقة أو يخاف مثلا أنه يعبر المياه زي ابن الرومي طب هنا عايزين نعمله تسكين نسكن الخوف نسكن الخوف تدريجيا مش أننا هنقول له ما تخافش على طول كده ما بيخافش لا نقاول نوريه مثلا صورة للقطة ونسمعه صوتها استدراج استدراج فهو بيتم استدراجه تدريجيا خطوة خطوة بالترغيب وبعدين بالترهيب يعني إيه بيتم استدراجه بيقول له أنت بتبحث عن معنى أنت مش وجد معنى الحيات كنه هندي لك المعنى الجماعة بتاعتنا هي دي هي المعنى يعني لازم أنت أولا تحس أنك أنت داخل الجماعة أنت مش متسق معها مش متفق معها مش متوافق معها مش متكيف معها انت شعر بالصراع انت شعر بالقلق انت شعر بالجدوة انت شعر من حياتك ملاشمع احنا هنديك المعنى وهنديك برضو ايه مساعدات اخرى معينات اخرى مثلا فلوس مثلا رحلة كذا الى اخره فبيبحث عن هوية بيبحث عن معنى الهوية يعني الجماعة اللي انتمي اليها اللي بتديره اتساق اللي اتساق ده في التفكير في المعتقدات لان المعتقد هو ايه المعتقد نسق فكري متاسق يعني ايه نسق فكري متاسق يعني افكاره تبقى ماشية مع بعضها صحة وغلط ده مش موضوعنا دلوقتي بس هي غلط احنا بنقول انه تجعله ما يشعرش بالشك ولا بالحيرة فبتوفر له حالة من وسط وبيئة مناسبة بيشعر فيها بالامان وفي نفس الوقت بالاثارة والشغف بجنشوف ايه الجديد فيها بعيدا عن البيئة اللي حس فيها بالملل والخوب بالزبط كده يعني اول حاجة بيبتدي يشعر بان فيه معنى لحياته بان فيه هدف لحياته بان فيه حاجة مرتبطة بقى فيه حاجة بنسميها سرديات العنف يبتدي بقى يسمع حكايات مرتبطة بالعنف العنف ده متوجه نحو الاخر يعني ايه احنا جماعة داخلية وجماعة خارجية ده ده جزء من فنوجد له متعة في العنف جديدة بالزبط كده مش بس متعة ورسالة انه لو عمل العملية دي او العمل الارهابي ده هيخش الجنة هيبقى من الشهداء هيبقى كذا احنا هنا بمشتغل على ناحيتين ناحية الجمعية او المجموعة اللي هو موجود فيها لما بوفره البيئة اللي تستهوي وتستدرجو بيها ونحية الشخصية اللي بغير فيها في مكوناتو أو مهوياتو بزبط يعني كأنه بيعاد تأهيله بهيس ينتسب لجماعة داخلية لان احنا نقول في علم نفس الاجتماعي في جماعة داخلية اللي بينتمئ لها الفرد وجماعة خارجية اللي لا ينتمئ لها طب اللي ينتمئ لها ينسب إليها كل الجوانب الإيجابية والتي اللي ينتمئ لها ينسب إليها كل الجوانب السلبية ولذلك بعد عملية نزع الهوية تظهر عملية أخرى اللي هي شيطانة الآخر أحول الآخر إلى شيطان زرع مفاهيم جديدة مفاهيم جديدة بالزبط فده جانب إيه؟ يعني ده نسميه تغيير اتجاهات تغيير؟ تفضل في حاجة متعلقة وأنا بتكلم عن التطرف والتفسير النفسي للتطرف هل موجود المفهوم الخاص بأن المتطرف أو الإرهابي هو متطرف فكريا في البداية بمعنى أنه شخص حاد ييمين يشمال ما عندهش القدرة على تقبل الألوان الرمادية أو الحلول الوسط بمعنى أصح؟ هو فيه جانبين أو فيه هناك عاملان في هذا الأمر العام الأول أنه يكون عنده استعداد وعنده استعداد يعني إيه؟ يعني ما بيحبش الاختلاف في الرأي ما بيحبش أن أحد يناقشه يعني متسلط ومتمركز حول ذاته فيه عامل تاني أنه ممكن يكون مر بظروف مر بصدمة يمكن يكون ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف نفسية صدمة معينة، صدمة حضرية أحبط فيه موقف معين إلى آخر وفيه بيتم استقطابه يعني فيه ناس بيسموهم المؤهلين للتطرف المؤهلين للتطرف حتى دراسات عملت وجدوا فيه عوامل طبعا مش هي كل العوامل لكنها عوامل مسببات أو عوامل مساعدة أو عامل ممكن تكون مهيئة للتطرف مثلاً أن التطرف بيزيد عند الزكور مقارنة بالإناس أنه بيزيد عند الشباب مقارنة بالأطفال وكبر السن أنه بيزيد عند الأقل تعليماً أو الأعلى تعليماً بس نوع التعليم هو اللي بيفرق يعني هو ينقول إيه؟ بيوصل مرحلة الاستعلاء العلمي أو الثقافة مثلاً؟ مش كده بس يعني يقولوا إيه؟ طب ما أسامة بن لادن درس هندسة والزواهري درس طب أقولهم آه ما هي دي أنواع الدراسات اللي بتؤدي إلى الانغلاق الزهن اللي إنه بيعتمد على الحفظ يعني إيه؟ إحنا بنقول لازم مناهجنا دراسية حتى في الطب حتى في الهندسة يبقى فيها جانب مرتبط بالفنون بمعنى إيه الحفظ؟ يعني مواد كتيرة وبيعود يحفظ الجهاز العصبي الجهاز مش عارف إيه الألة الفلانية إيه ما عندوش فرصة يتعرف على مجالات أخرى يعني إيه؟ يعني صم يعني بيعرف أن لو عارف المعلومة الفلانية هياخد درجة ما عرفهاش خلاص يعني ممنوع إيه؟ بس دا يتعاكس مع الدراسات العامة اللي بتتكلم أنه مثلاً ممارسة الطب أو الهندسة أو غيره بتعتمد بشكل كبير على النواحي اللي فيها ممارسة وتطبيق أكتر منها النواحي النظرية ولما بنتكلم نظرياً في الطب أو في الهندسة بخصوص العلمين اللي حضرتك تكلمت عنهم بنتكلم عن أن فيهم علوم أخرى كتيرة جداً متدخلة فيهم بتاكيد مش علم واحد بس يعني عبري بقول أن الطب هاختصره في كتاب أو في علمه معين هو انغلق على نفسه فيه أنا بتكلم حتى على مستوى الطالب اللي في مرحلة البكالوريوس يعني ما بتكلمش وما بعممش على الأطباء عندنا أطباء ودباء مثلاً يوسف إدريس كان طبيب وأديب كبير محترم الدكتور محمد المخزنجي على مستوى العالم سمر استموم الأخير وأسماء كتيرة كانوا الطباء أو مهندسين لكن أنا بتكلم على نمة التعليم اللي بيحتمد على التلقين وعلى الحفظ وإلى موقارن هذه المجالات العلمية بالمجالات الأدبية بلاقي أن الحفظ أكتر في المجالات العلمية هذه الدراسات وبناء عليه فتؤدي إلى أن يكون أكثر ميلاً للطاعة لأن الحفظ مبني على الطاعة لكن الإبداع مبني على الاختلاف أنت تفكر وقل لي في تعليم ذاتي قاسة حضرتك القواعد العلمية الخاصة بكل علم أنها ما بتختلفش كثيراً إلا بالأبحاث اللي بتجرع عليها أو كده ممكن جداً ولكن في نفس الوقت أنا بقول يعني مش بالضرورة نعمم على الطب ولا على هندسة لكن زي ما حد يقول لنا طب وفلان دارس طب وفلان دارس هندسة بنقول نعمة التعليم طبيعة تلقي المعلومة آه بالزبط كده تاني حاجة كمان أو رابح حاجة كل ما انخفض المستوى الاقتصادي بيبقى دي بيئة مؤهلة للتطرف لكن ده مش معناه أنه ما فيش متطرفين من الأغنية طب ما بلاد ملياردير عالمي وإمبراطورية كبيرة ما هي دي نمازك فردية احنا بكلم على الظاهر العامة بتكلم على قواعد اللي بيسموه الشايع مش النمازك الفردية مش الاستثناء طبعا أنا بشكر حضرتك على التفسير النفسي للتطرف والإرهاب وإن شاء الله ننتظر المزيد من حضرتك وسعيدة بالرحلة اللي أضبطها مع حضرتك في مدة زمنية قصيرة لكن معلوماتها كتيرة نورتني السيدة الوزير الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق وصباح الفل صباح أمور أهلا وسهلا ومن الرحلة ثقافية دسمة وفيها معلومات كتيرة ومنقشة الحقيقة أنا استفدت منها وإن شاء الله تكونوا حضرتكم استفدتوا منها مدعوكم لمتابعة الفقرة الجاية في صباح درين أحلى صباح في نصر شكرا شكرا